الحكومة العراقية اتخذت إجراءات ومنذ فترات طويلة يعني احنا عشدنا بها على قصة الحدود العراقية السورية وممستوى قل على الحدود الإيرانية وأنت تتذكر الزيارات التركية للعراق على مستوى زيارة أوردوغان أو هاكان فيدان وزير الخارجية كانوا دائما يذكرون الحكومة العراقية بنقطة ذكرني بها الآن السيد صالحة هي وجود قصد التي تتحرك في السليمانية وحزب العمال الكردستاني وهتين الفصيلين هم الآن موجودين في سوريا أليس أن تستكمل الحكومة العراقية إجراءاتها في ضبط الحدود حتى في داخل أقليم كردستان لأنه بالذات هو منطقة عراقية وتمنع هذا التواصل في أقليم كردستان يعني حقيقة لحد هذه اللحظة يا سيد نجيم في هذه البقعة الجغرافية وفي هذه الخاصرة يعني صعب جدا اليوم أنه أنت تضبط هذا الشريط لأننا نتكلم عن الخط الصفري ما بين العراق وسوريا لأننا نتكلم عن قوات تركية قد توغلت في الأراضي العراقية لمسافات بعيدة خلافا لما هو متفق عليه سابقا هذا في أربيل أنا أتحدث عنه في سليمانية حتى في سليمانية علينا أن نذكر بأن هناك خلط يعني هناك اليوم من المجموعات العراقية ومن العراقيين هم اليوم مع البككة فبالتالي عملية الفصل في هذا الوقت صعب جدا في وجود هذه الإمكانيات العسكرية العراقية نحتاج إلى فترات زمنية نحتاج إلى تقوية القوة الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية العسكرية العراقية إلى مستويات نستطيع أن نقول تلائم ما موجود في المنطقة فبالتالي هذه المنطقة أكيد دائما ما كنا نتكلم بأن تواجد البككة في هذه المنطقة هو خلافا للقانون وبالتالي التوغل هو خلافا للقانون وبالتأكيد البككة استغلت فترة دخول داعش وهي حاولت حماية السنجار وبالتالي استغلت هذه الفترة واستوطنت في هذه الأماكن نحتاج إلى أن تكون لدينا جهود حقيقية في أي جهة دخلت الحدود العراقية وهو خلافا للقانون لحد هذه اللحظة أنا أقول أنه من الصعوبة أن يتم مجابهة لأننا إذا ما أردنا أن نتكلم يعني هذه حتى البككة هي في كثير من الأحيان مدعومة من إيران إيران في كثير من الأحيان تضغط على الحكومة العراقية المشكلة يا أخي في هذا المحور وفي هذه الدول هي إيران إيران في كثير من الأحيان هي مكبلة لكثير من القرارات يعني سواء في سوريا سواء في العراقية مكبلة للقرارات لذلك إيران شعرت بالخطر حقيقي عندما ضرب رأس محور المقاومة في جنوب لبنان لذلك أنا أتوقع أنه خلال هذه الفترة وإلى أن يأتي ترامب إلى الحكم ممكن أن تكون التفاوض مع إيران بخصوص الفصائل الموجودة في العراق وكذلك في سوريا يعني أنا ما أردلومك يا مونت تقولها كل العالم ينتظر حتى يأتي ترامب ليدخل إلى البيت الأبيض وكأنهم ينتظرون هلالا للعيد وكأن هذه الدول يقودها كلها ترامب سيأتي ترامب سيقرر ترامب ما الذي يجري في هذا العالم أنكم تسلمون أمركم إلى رجلا واحد وكأنه منطقة الشرق الأوسط والله هالسلات خليني أقول ما لا أريد قوله لكن عموما خليني لا أنفجر في هذا هذا واقع الحال أنا ما ألومك سيد حازم بهذه القصة لكن ألوم أصحاب القرار الذين يكتنجون الذهبة والفضة في أراضيهم والمواقع وبالتالي نقول سيأتي لنا ترامب خليني من هذه القصة اشتركوا في القناة